فيلم الصندوق الاسود بدأ عرضه في السينمات في نهاية شهر اكتوبر واحنا دلوقتي في نهاية شهر ديسمبر يعني انا ما اعتبرش متأخر في مراجعته ولا حاجة صح؟ قالك صح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو السندوق الاسود حد يسألني ويقول لي ايه اللي ما خلكش تعمل مراجعة للفيلم اول ما نزل الحقيقة مش فاكر طب ايه اللي خلاني بعمل مراجعة للفيلم دلوقتي اللي خلاني اعمل مراجعة للفيلم دلوقتي هو انه اصبح متاح للمشاهدة من خلال منصة جوي تيفي وجوي تيفي عبارة عن خدمة ترفيهية رقمية اصبحت متاحة في مصر وهي أصلا متاحة في السعودية والبحرين والكويت وعمان وأعتقد أنها حتكون متاحة في دول عربية تانية كتير قريب جدا والحقيقة الخدمة فيها شوية حاجات عجبتني منها أنها جايبالنا فيلم كان لسه في السينما من شهرين وبيتعرض عندهم دلوقتي حصريا ومنها كمان أنها جايبالنا مسلسل يور اونر بتاع براين كرانستان واللي ما كنتش متصور أنه ممكن يبتلي عرضه عندنا رسميا قريب أبدا واللي فهمه كمان أنه في نهاية شهر ديسمبر حيكون عندهم الموسم السادس من مسلسل فيكينغز وأظن أن ده خبر مهم لمتابعين المسلسل ومحبينه وده بالإضافة لمكتبة غنية جدا بالمحتوى المميز اللي مش مربوط بمصدر معين أو جهة إنتاج معينة يعني أنا لقيت عندهم حاجات أجنبية من جنسيات مختلفة ومن شركات إنتاج مختلفة ولقيت عندهم حاجات عربي حديثة جدا وبرضو كلاسيكية وكذلك من شركات إنتاج مختلفة مسلسلات وأفلام وبرامج منهم حصريات ومنهم إنتاجات أصلية وقنوات تلفزيون وحاجات بتتقدم بالتعاون مع شبكات أخرى يعني حاجات كتير من محتوى ستارس بلاي وفوكس بلاس وناس تانية كمان متاحة من خلال جوي تيفي وفي أسباب للاشتراك في الخدمة وأسباب تانية للاشتراك دلوقتي أسباب الاشتراك هي أن الخطوات بسيطة والطرق متنوعة يعني ممكن تشتركوا بالطرق الكلاسيكية وممكن كمان تشتركوا من خلال موبايلاتكم سواء كانت أورنج أو فودافون أو وي أو اتصالات من غير تعقيد أو ضرورة أن يكون عندكم كريدت كارد وفيه فترة لاختبار الخدمة قبل ما تبدأوا بالدفع الفعلي حسب الشبكة بتاعتكم وفيه شبكات عندها عروض أفضل كمان يعني عملاء أورنج مثلا عندهم شهر مجاني للاشتراك وأظن ده لحد أول أسبوع من يناير أما أسباب الاشتراك دلوقتي فهي أن فيه تخفيض صعب يتصدق ومتاح لحد نهاية ديسمبر اشتراك الشهر الأول يا جماعة لو لحقتهم قبل نهاية ديسمبر هو خمسة جنيه والله أنا في الأول افتكرتها خطأ مطبعي يعني بخمسة جنيه بس تقدروا تختبروا الخدمة وتشوفوا اللي موجود في المكتبة وتقرروا استعدادكم للاستمرار وأنا عن نفسي اشتركت وشفت الموجود وقررت أني هستمر مع جاوي تيفي المهم عشان نبدأ نتكلم في الفيلم فيه لنك موجود تحت في الدسكريبشن دوسوا عليه شوفوا بنفسكم وافتكروا تشتركوا قبل نهاية ديسمبر بقولك خمسة جنيه يا دود فيلم الصندوق الاسود بيدور عن ليلة عصيبة في حياة ياسمين ياسمين حامل وحملها حساس جدا وفي الشهور الأخيرة وبتلاقي نفسها مضطرة تقضي ليلة في بيتها بمفردها وفي الليلة دي منزلها بيتعرض للاقتحام على يد هاني وسيد وهاني وسيد داخلين البيت بنية واحدة وهي أنهم عاوزين يسرقوا ورق ورق يخص جزها هي شخصيا ما تعرفش لازمته ايه وموجود فين المواجهة ما بين ياسمين على جانب وما بين هاني وسيد على الجانب الآخر بتمر بمراحل كتير وسريعا بتاخد منحنة حاد وخطير وعنيف فيا ترى ايه اللي حيحصل لا صحيح ايه اللي حيحصل ايه اللي حيحصل لو دوسنا لايك على الحلقة دي ايه اللي حيحصل لو اشتركنا في القناة لو ما كناش مشتركين ايه اللي حيحصل لو دوسنا على الجرس عشان نعرف اول ما تتنشر حلقة جديدة ايه اللي حيحصل فيلم الصندوق الاسود بينتمي لنوعية الإثارة وشد الأعصاب وبالتحديد تصنيف فرعي في تصنيف الإثارة بيسمى بالهوم انفيجن او اقتحام المنازل نوعية كده اكتسبت شعبية كبيرة وشفنا منها افلام كتير كتير منها يعتبر مكرر وكتير منها كان مبتكر بس الاصل فيها بيعود دائما لفيلم بانيكروم الفيلم اللي من انتاج سنة 2002 واللي كان من بطولة جودي فوستر وفورست ويتيكر وكان من اخراج ديفيد فنشر وده مش لانه الفيلم الاول اللي اتعمل اللي بينتمي للنوعية دي ولكن لانه بيعتبر الاكبر على مستوى الاسماء والاهم على المستوى الفني فيلم السندوق الاسود بيعتمد على قلب فيلم بانيكروم في الفكرة اللي هو بيقدمها مش هقدر اقول انه هو بينقل مشهد بمشهد او فصل بفصل لا فيه قدر كبير من التنوع ولكن القلب واحد القضية الرئيسية تعتبر واحدة ودي مقارنة كبيرة جدا وصعبة جدا خصوصا وان النوعية دي من الافلام اصلا فيه منتهى الحساسية لانها بتعتمد على تصدير الاثارة والتوتر والرعب في بعض الاحيان للمشاهد من زاوية صعبة تتصدق زاوية البيت اللي انا ساكن فيه في الايام الحالية اللي مليانة اعتبارات للامان والسلامة واللي الانسان المفروض يحس فيها باقصى درجات التأمين الافلام دي بتقترح ان كل اللي انت عايش فيه ده ممكن في ثانية يتحول لوهم وتصبح حبيس وضحية جوه بيتك وصبه للامان اللي فيه بتتحول للسلاح الرئيسي في يد اعدائك الافلام دي بتمر بمراحل وبتمر بفصول وبتعتبر ادق مثال ممكن نطبق عليه مقولة ان السلسلة في قوة اضعف حلقة فيها يعني لو الفيلم كله فيه فصل واحد مخستع او مش مقنع او فيه مشكلة فنية الموضوع كله بينهار والحقيقة فيلم الصندوق الاسود فيه مشاكل كتير في عدد كبير من حلقاته وفصوله بداية الفيلم ما كانتش سيئة وبتعت باعداد ممكن يسمح بحاجات كويسة على مستوى الفصول اللي حتيجي بعضه يعني التساؤل بتاع هي ليه بتقضي الليلة دي في البيت لوحدها وليه المقتحمين دول حسوا بامان في الليلة دي بالتحديد عشان يقتحموا البيت الحاجات دي متجاوبة بشكل كويس وممكن فعلا تساهم في تصدير بعض الشعور بالقلق للمشاهد المواجهة الاولى القرارات اللي نتجت عنها توضيح الفروق ما بين الشخصيتين بتاعت اللكنين المقتحمين ترسيخ اهمية العملية واستحالة الغاها يعني انا شخصيا عجبني ان واحد من اللكنين المقتحمين كان شخصية متعقلة بينما الشخصية التانية كانت منفلتة ومتهورة وجاية فعلا من عالم الجريمة مفهوم ان يكون في واحد فيهم مضطر والتاني شايف ان دي شغلانته ومن المثير للترقب ان احنا لما نشوف الشخصيتين دول بيتواجهوا ممكن ده ينتج عنه ايه كل ده حقيقي كان كويس او خلونا نتفق انه كان مقبول اللي بعد كده كان فيه مشاكل كبيرة اوي على مستوى المنطق الشخصيات اللي اتقدمت لنا ممكن يبقى صعب نصدق انها تاخد القرارات دي او تقدم على التصرفات دي خصوصا واننا اولا واخيرا بنتكلم عن فيلم جريمة وشخصيتين من المؤثرين جدا جوه الاحداث يعتبروا مجرمين يعني اعتبرهم الرئيسي بجانب انهم عاوزين ينجحوا في العملية انهم ما يتمسكوش في حاجات كتير اوي عملوها تتضارب مع الفكرة دي خصوصا لما نبتدي نبص على الغرض بتاعهم الاوراق اللي هم جايين يسرقوها ويتم الكشف من خلالها عن بعض الاسرار اللي بتجعل ديناميكية البيت كله غير مفهومة وتطلق دفعة اخرى من الاختيارات ومن القرارات اللي بياشبها مشاكل اكبر في المنطق والانفصال عن المنطق ده بيوصل لاقصى درجاته مع نهاية الفيلم ده كله كان ممكن يعامل كاعتبار ثاناوي لو كانت تجربة المشاهد على المستوى الفني والتقني بتعوض شوية ولكن الحقيقة هي كمان عندها نصبها من المشاكل والمشكلة الكبرى في تقدير الشخص كانت التصوير فلسفة استخدام الكاميرا المتحركة والكادر المهزوز عشان تصدر للمشاهد الاحساس بالمعاناة بتاعت الشخصيات وبالاشتباكات بتاعت المشاهد اللي فيها قدر من العنف والحقيقة مش حنكر انها كانت مؤثرة وموفقة في المشاهد دي بس في المشاهد الاخرى كانت فقط مزعجة الموضوع ده مش محتاج ناقد ولا محتاج خبير عشان يتكلم عنه يا جماعة في بعض الاحيان هتلاقي نفسك ما بقتش قادر تبص على الشاشة ومحتاج تبص في حتة تانية لان عينك وجعتك باقي الأدوات التقنية والفنية اللي في الفيلم ممكن ما يكونش فيها مشاكل كبيرة ملحوظة ولكن في نفس الوقت ملهاش اضافة ولو بتؤكد اي شيء فهي ان الفيلم كله على بعضه في نطاقه يعتبر نسبيا سهل يعني اغلب احداثنا بتدور في مكان واحد المواجهات مش كتيرة بالقدر اللي ممكن يسبب مشاكل الملابس الديكور الامور دي كلها ما بحاولش اقلل من مجهود الناس اللي اشتغلوا فيها بس بكل تأكيد ما هيش اصعب حاجة في الدنيا ولما بقول انها كانت سهلة ما باتهمش الناس باللي استسهال بل بالعكس هم حاولوا ان هم يخدوا بعض التحديات وممكن تكون هي الافضل في الفيلم على مستوى المشاهد المتفردة من حيث النقاط الخاصة بالتقنيات وبالفنيات اللي بحاول اقوله ان كل ده بيجعل الاحداث والفصول نفسها في مركز الاهتمام جدا واسباب كتير اوي اتكلمنا عنها بتساهم في ان الاهتمام ده ما بيصبش في مصلحة الفيلم من الحاجات الكويسة في الفيلم هي اختيار فريق التمثيل والاداء اللي هم قدموه بشكل متفاوت يعني مش عاوز اقول ان فيه اي اداء كان فيه اي مشاكل بس فيه بعض الاداءات كانت بتشبه بعض المنغصات عاوز استثني من المشاكل والمنغصات ديت مونة زكي ومصطفى خاطر وتفوق مونة زكي في دور زي ده شيء متوقع جدا بينما تفوق مصطفى خاطر شيء مفاجئ بشكل كبير ولما بقول مفاجئ فانا بكل تأكيد قصدي مفاجئة سعيدة محمد فرق تحدياته التمثيلية كانت كبيرة في الفيلم وعاوز اشكر في المكياج اللي كان معموله وتبريره وتعبيره عن التحولات اللي شخصيته بتمر بيها جيدة جدا بس ردود افعاله في بعض الاحيان كانت مبالغ فيها وعاوز اقول بشكل مباشر ان صراخاته كانت مزعجة شريف سلامة موجود عندنا في الفيلم ولكن بشكل شبه شرفي ما قدمش حاجة تخلينا عاوزين نقيم اداءه وبرضو محدودية الشخصيات دي بتدعم اكتر السهولة الانتجية في اطار الفيلم وبتوضح اكتر المشاكل اللي كانت فيه جماعة عاوز اوضح نقطة معينة لما بتكلم عن اي فيلم في الدنيا فانه انتاجيا كان سهل مش قصدي اقول ان الناس تهونت في التعامل مع القصة اللي كانت معاهم القصة نفسها والسيناريو نفسه خلت تحديات مش كبيرة ليه ده مهم اننا نبرزه لان لما بيحصل اخفاقات في اطار زي ده بتبقى اخفاقات كبيرة مفيش عناصر تانية او عوامل تانية بتشفع لها وبما اننا جبنا سرط السيناريو فعاوز اتكلم عن الحوار اللي كان من مشاكل الفيلم الكبيرة برضو كتير اوي من الجمل الحوارية مش ممكن تقتنع انها تطلع من الناس دي في الموقف ده حاجات بتشعر المشاهد اكتر واكتر بالغرب عن الاحداث اللي هو بيتفرج عليها وقصات كل منغصات المشاهدة دي مفيش مكافآت كتير اوي بنسامح في مشاكل موجودة في افلام لما بنقول انها في الاخر قدت لمكافآة جيدة مكافآة فنية مكافآة تقنية مكافآة في الاداء التمثيلي وعشان كده بقول ان امام المشاكل الكتير اللي موجودة في الفيلم في حاجات تانية كتير كانت كويسة ولكن لا ترتقي لمكانة المكافآة مش عاوز اقول ان فيلم الصندوق الاسود غير صالح للمشاهدة ولكن ضروري نحط توقعاتنا في الاطار الصحيح قبل ما نبتدي نتفرج عليه والصراحة هو فيلم لائق جدا ومناسب جدا للمشاهدة المنزلية لان الصراحة كان ممكن بقى زعلان منه اكتر من كده بكتير لو كنت انزلت شفته في السنة ما في الظروف اللي احنا فيها دي وعموما يحسب للفيلم بجانب الافلام العربية الاخرى اللي تم اصدارها في الشهور اللي فاتت انهم حرقوا شوية الماء الركدة اللي احنا قاعدين فيها دي وممكن يكون من ادوات تحمسنا شوية قبل موسم نص السنة اللي متوقع ان فيه افلام جديدة تنزل فيه ان شاء الله تقييمي لفيلم الصندوق الاسود هو اربعة من عشرة بكل تأكيد الناس دي كان لازم تعمل حاجة افضل من كده بكتير منقشة الحلقة في تصنيف اقتحام المنازل في رأيكم الشخصي ايه هي افضل الافلام اللي اتعملت وايه هي اكثرها ابتكارا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وبي باي